دايما بيصيرنا فضلنا للسعي وراء اخبار اشخاص اغراب مجرد الاستماع الى قصصهم او رؤية بعض الاخبار عنهم. بيكودنا فضلنا الى ضلالنا وضياع اوقاتنا. حتى بنكون سبب في نجاح المحتوى التافية اكتر من محتوى الهدف. احيانا بتجد الموسيقى الهبطة او الاغاني اللي هي عبارة عن جريمة في مكتبعنا. والسلوكيات المشمئزة من معظم الشباب. الناتجة من استماع الموسيقى او نوع من انواع الاغاني او رؤية فيلم او مسلسل قادر على تحفيزه وبرمجة عقلنا. بنشوف ان اعوان الشياطين من اوائل الاخبار اللي بتأثر على المجتمع. لكن اذا تأملت في كل اللي بيحصل دلوقتي هتشوف ان في بعض من مشاهير السوشال ميديا والسلمة بينتموا العون الشيطار. وهم اصحاب المحتوى الغير هادف. وبيستهدفوا التأثير على عقول الناس. وتحررهم من معتقداتهم. عن طريق موسيقى او تمثيل بينهلوا مشاهد ما هي الا بلتجة او اغراءات جنسية او كساس تفها. ومن خلال الموسيقى بيكون انعكاس بتتنقل للمستمع اقل لها ادمان الموسيقى. بتشوف في دول الناس وهو سبب شهرة اعوان الشياطين رغم ان اعوان الشياطين هدفهم هدف الشيطان. وهو تحرير الانسان من اقتصال بالله. وتبرير ليه فهل جميع المحرمات اللي بتكون انعكاس لعمالهم الفنية. وفيه كتير من الفنانين بعد نهائيا عن الشبهات دي. وفيه منهم اللي بتشوف لمحتوى اهداف سواء تم تقديمها بطريقة كوميدية او بطريقة درامية. لكنهم بعيدين نهائيا عن اشخاص بيعرفوا انفسهم ان السبب الوحيد في شهرتهم انهم يكونوا اعوان للشيطان. في كتاب قوة العداد. هو كتاب لصحفي امريكي اسمه شارلز دوهيك. عن موسيقى الهيب هوب. في قصة من قصص الكتاب عن موسيقى الهيب هوب. ما كانش مستمعين الراديو بيعرفوا النوع من موسيقى. وعند نزول الاغاني وموسيقى الهيب هوب في الراديو كان رد فعل النازل المتوقع من الجمهور. رغم حساباتهم الدقيقة وتوقعوا نجاح الموسيقى بدقوا بالاهتمام باللي بيسمعوه ناس عايزين يعرفوا. ليه الناس رفضين استماع للموسيقى رغم ان هي فعلا كويسة من وجهة نظرهم. اكتشفوا انهم رغم نزول اغاني فشلة وسقطة في تقييمها بيستمع لها مستمعين الراديو ومش بيغيروا المحطة. بيبدأوا بتغيير محطة الاغاني ورفضين نهائيا استماعها. رغم ان مفروض تقييمها اعلى بكتير من الاغاني اللي هم تحملوا استماعها. بدقوا بابتكار اسلوب جديد في عرض موسيقى وهو نزول اغنية من الموسيقى الهيب هوب وسط الموسيقى العادية. لانهم اكتشفوا بعد البحث وراء اللي بيسمعوه الجمهور عنده استعداد انه يسمع الموسيقى مهما كان نوعها بس بشرط انه يكون الودن اعتادت على استماعها. حتى لو كان نوع الموسيقى سيق ورديق. وما كانش عندهم استعداد لسماع نوع موسيقى جديد. بيكون عندك الكدرة على استماع انواع موسيقى تعودت عليها اكتر من الانواع الجديدة. اللي ممكن تكون اكتر جودة. وانت ما سمعتاش قبل كده. عشان كده بنشوف مستمعين اغاني المهرجنات او الموسيقى الرضيقة ما عندهمش الكدرة في تغيير نوع موسيقى اللي هم تعودوا عليه. وعلى استماعهم. بل الاسوأ انه بيتم برمجة العقل على اعتياد الناس على الاستماع للموسيقى الهبطة زي اغاني المهرجنات او الموسيقى الصغبة. اللي بتجعل العقل يفرز من الشعور الحماس اللي في الموسيقى فيجعل الانسان خاضع للاستمرار. والجزء الخاص بالمشاعر في عقلك بيحفز افكارك اللي احنا بنسميه الارضي الاناني. بيجبرك انك انت تسمع الاغاني دي مرة تانية. وكمان بيجعل انسان تراوده بعض كلمات الاغنية. بتظهر زي كأنها ظاهرة الدودة السماعية. الاغنية بتعلق في راس الانسان لان العقل الخاص بالمشاعر عايز يكتسب بعض المشاعر من سماعها الاغنية. وبيجبر العقل الوعي ويقنعه انه لازم يسمع الاغنية علشان تروح من راسه. بل الاسوأ انها بتكون من عادات الانسان. والاسوأ والاسوأ انها بتغير من جينات الانسان واسلوكه اسلوب كلامه. وطبعه. علشان كده بنجد مستمعين اغاني المهرجانات والموسيقى الغرادفة. او الموسيقى الصاخبة. بيتغير اسلوبهم وعاداتهم وطبعهم وحتى طريقة كلامهم. واسلوب تفكيرهم. بيكون كلهم شكل واحد. نفس الشخص المؤدي او اللي بيغني. وهنا انت عرفت ليه اغاني المهرجانات والموسيقى الصاخبة. بتأثر على الانسان من خلال تلات مراحل. اول مرحلة وهي المرحلة الاولى. في تحفيز العقل الباطن في افراز هرمون الدوبومنت. وجعل الشخص مضمن استماع الموسيقى الهبطة. وعدم تقبل استماع اي نوع اخر من الموسيقى. زي اللي حصل في اغاني الهيبهوب او موسيقى الهيبهوب او لما نزلت. وده اول المرحلة. المرحلة التانية بيحفز عقل المشار اللي احنا اتكلمنا عليه. انه هو بيسيطر وبيكنع العقل الوعي. بيجعل الانسان يفرط في ممارسة العداد السلبية. العقل الوعي للاستماع الموسيقى وتكرارها واستماعها حتى بتتحول من استماع موسيقى المهرجانات من مجرد استماع الى عادات وبتصل للادمان. وما بيقدرش المستمع ايقاف نفسه على استماع الموسيقى. بتشوف بعض الناس لما انت تطلب منها توقف الموسيقى دي بتشعر ان هم بيغضبوا منك جدا. وممكن انه يكون رد فعل غير طبيعي ليهم. عقل المشاعر عبارة عن حيوان. كل اللي هو بيعمله انه بيتغزى على مشاعر الانسان. النتجة من الحماس اللي موجود في الموسيقى واردود الفعل اللي هي موجودة في الموسيقى. عشان كده الموسيقى الخاصة بالمهرجانات النوع اللي بينجح فيها هو النوع الحماسي. اسلوب كتال وضرب. او بيفعل اي مشاعر جوه الانسان. بس كده احنا ما وصلناش للمرحلة الاختر من استماع الموسيقى الصخبة. بل في مرحلة اقوى بكتير من كده. وهي المرحلة التالتة. الوصول الى تغيير العادات والسلوكيات لأي انسان. تغيير طريق تفكيره وكلامه وتصرفاته اللي بتجي عنا نرى بعض الشباب بتتكلم باسلوب واحد وبشكل واحد تحديدا في مصر. وتم تصنفهم في المجتمع باسم شباب المهرجانات. وده كافي لوجود جمهور للفئة الهبطة من المشاهير وهم اللي بيتأثر بمرحلة غسير للمخ في تغيير اسلوبه وشخصيته وجيناته. ومنهم اللي بيصبح مجرد مدمن لمتابعتهم. ومش بيكتفوا اصحاب المحتوى الغير هادف. اللي هم عارفين نفسهم كويس انهم اعوان للشياطين. بالتأثير على الناس من خلال الموسيقى والسينما. بل بيصعوا لاستخدام الترويج السلبي في السوشال ميديا. كنت قاري زمان في بحث للشخص امريكي عامله. في طرح بعض الكلمات على الشخص المشاهد. وجعله بيحاول يشوف العقل هيستجيب. في طرح بعض الكلمات على الشخص المشاهد. بطريقة سريعة جدا. بحيس ان نشوف العقل. هل عايقد يقرأ الكلمات الايجابية? او الكلمات السلبية? اسرع. لا الناس بتستجيب لفهم الكلمات السلبية. اكتر بسبعين في المية من ادراك الكلمات الايجابية. علشان كده الترويج السلبي ما هو الا وسيلة نجحة في السوشال ميديا او في الاعلام. معروفة ومدروسة كويس. وطبعا لانهم اعوان شراطين مش هيستخدموا الترويج ايجابي. هيسعوا انهم يرواجوا بالطريقة السلبية. وطبعا بيكون فيه طرق كتير للترويج. تحديات مهينة عبر منصات التواصل الاجتماعي اللي اتربح من وجودهم. او من خلال استفزاز الناس باخبارهم المصيرة للجدل. ده كل ده هدفه هو الترويج السلبي وهو هدفه انه يصير الجدل. المشاهير. اعوان الشراطين. اللي بيروجوا الفئات اللي هبطة. كل اللي بيعملوه يحاولوا يستفزوا الناس باي طريقة علشان يصيروا الجدل. وده في حد ذاته ترويج ليهم. وشهرة ليهم. بش مهم يتشعر ازاي. بش مهم ان هو يتشعر بشكل فاضح او بشعاعات او عن قصة سلبية او مهما كان من ظهورهم انه بيحمل العار او الفضيحة. المهم استمرار ظهورهم واصارة الفضول عند الناس. الترويج السلبي هو الموضع الجديدة في الاعلام والسوشال ميديا وعلميا ان الترويج السلبي نتيجته اكتر واقوى من الترويج الايجابي. وبالفعل بنشوف ان الفيديوهات اللي بتزهر بشكل شاهد فضيحة او تابع فضيحة اكتر من الفيديوهات اللي بتزهر بمعنى تعليمي وايجابي. الهدف من موقع عالم الروحانيات وقناة عالم الروحانيات هي التوعية من السهل امتلاك ملايين المشاهدات والشهرة الرخيصة. بجعل الناس يشوفوا ويستمعوا ويقروه. اللي بتعودوا يشوفوه ويقروه. زي مسلا قراءة التارت والفيديوهات الغير هادفة. لكن احنا مش هدفنا ان احنا نكون عندنا شهرة. اكتر من احنا بنسعى الى نشر الادراك والمعارفة ووجود تفسير لكل ما يخص عالم الروحانيات. تفسيرات بنسعى انها نخليها حقيقية. يفهمها فقط اصحاب العقول الوعية. لو كانت الشهرة هتيجي من ناحية سلبية او الترويج سلبي يبقى من العار ان الشخص يسعى للشهرة بالطريقة دية. واحنا يكفينا متابعنا. اللي هما سبب كبير في اللي احنا بنوصل له. اللي احنا بنسعى دايما في نشر الوعي ليهم وتعلمهم. واحنا مكتفئين بالناس اللي هما قدرونا واحترمونا وطابعونا. وغير مرحب بالناس اللي مش شايفنا مصدر سكة وما كان لهم. مرحب فقط باصحاب العقول لرأيها. اللي هما يقدروا يميزوا ما بين الصح والغلط. ويقدروا يغيروا قناعتهم ازا فعلا اي شيء قدامهم قابل للتغيير. بيصعوا لتثبيت معتقداتهم بمجرد ان هما سمعوها او فهموها من شخص من غير ما يعرفوا اصولها وحقيقتها. قناة عالم الروحانيات اركب كتير انها تستعمل اساليب شبهات. قناة عالم الروحانيات اول واكبر قناة فعليا لتعليم وتفسير كل ما يخص العلوم البطنية. واتحدى المشاهد انه هو يشوف محتوانا ويحاول يقرنه باي محتوى لقناة مهما كانت كبيرة ومهما كان عندها ملايين من المشاهدين ويلاقي فيها عشرين في المية من المعلومات اللي موجودة في قناة عالم الروحانيات. يجب علينا المفروض كلنا نتحكم في ارادتنا وطاقة الارادة. واخيرا وسائل الزكاء الاستناعي بتعرف فكرة موسيقى الهيب هوب اللي احنا شرحناها. يعني مثلا لما انت بتشوف مقطع لاخره بتلاقي نفسك بينتراح لك المزيد من المقاطع المتشابهة ليه. فتشوف نفسك متابع جيد لما تراه وبتسمعه وبتنساك لنجاح فيها تفهى وغير هدفة. لازم علينا التحكم في ارادتنا وطاقة الارادة ومنع اتباع اعوان الشغاطين حتى لا ننساك لحالة تغيير جينات. واسلوبنا وطريقة تفكيرنا. لازم علينا ان احنا نعرف كيفية التحكم في حياتنا وعداتنا ونعمل كل ما يفيد النفس والعقل والروح. ونبعد كل ما يجعلنا مغيبين منسوقين الى اعوان الشغاطين. وشكرا جدا لمنتبعاتكم. ترجمة نانسي قنقر